أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه الزيارة أخذت طابع وبعد كبير آخر نقلت مرحلة الأخوة إلى مرحلة مودة أكثر وتضيف إليها ولطالما كانت موجودة دول التعاون دول مجلس التعاون الخليجي حقيقة تتمتع بنفس العادات والتقاليد ونوعا ما من اللهجات الخصوصية بين الإمارات وعمان تمتد إلى أبعد من ذلك فهي يعني تعيش تاريخ مشترك تعيش مستقبل مشترك تنهل من ماء واحد وتتنفس بريئة واحدة كما أشار أحد الضيوف في سلطنة عمان أمس في الاستوديو وتكلم بهذه الكيفية نعم هناك قبائل مشتركة هناك صلاة قربة بين الدولتين طبعا التاريخ المشترك يحدثنا عن ذلك وأجرى تاريخية للعمر بالضبط الشيء الآخر أن اليوم أنا لما أذهب إلى سلطنة عمان أعيش كأني في بلدي في أبوظبي والعماني لما يأتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك يعيش كأنه في عمان فلا شيء يختلف عليه سواء من العادات شفنا أمس في الاستقبال يمكن التاريخي حقيقة استقبال مهيب ولا أروح كان حقيقة لم أشهد استقبال حقيقة يعني بهذه الروح وعزز ذلك الاستقبال غير الفخامة غير الحضور اللافت غير كمية الفرحة من الشعب العماني من شعراءهم من فلكلورهم من كذا روح المحبة هناك روح الروح تتحدث وليس الجسم هي جميل هذا موضوع مهم نحن دائما نتكلم عن علاقات رسمية صحيح ولدينا القادة يعني عندما يتكلم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زاهد ألنهيان عن جلالة السلطان هيثم يقول أخي السلطان هيثم أنا سأذهب للقاء أخي وشقيقي وصديقي نحن نعلم أن هناك أيضا علاقات شخصية طيبة من فضل الله بين القيادتين لكن على المستوى الشعبي كما تفضلت لا يشعر العماني في دولة الإمارات بأنه في دولة أخرى هو يشعر بأنه من داره إلى داره هناك بساطة وتلقائية وفرحة شاهدنا فرحة نحن سعدون ومتأكدون من سعادة الأشقاء في عمان لكن الفرحة كانت غامرة أيضا في عمان هناك كان ممثلين عن كل ولاية وعدات وتقاريد كل ولاية تم عرضها في أثناء الموكب لم تكن الذاكرة أعتقد كان الرقم أكثر من 600 شخص في هذا الاحتفال فقط في قصر العالم فقط الممثلين نعم وهذا يعني ينبئنا إلى صورة صورة أخرى ليست فقط الفرحة بالاستقبال وإنما حفاوة الاستقبال والدفء المودع الموجودة اليوم التقارير عرضت طبعا استكمالا للزيارة ومذكرات التفاهم التي وقعت مذكرات التفاهم التي وقعت كانت قائمة واليوم زادت هذه مذكرات التفاهم الستة عشر أعتقد إلى مستوى التكامل أي بمعنى أن ما هو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون موجود في مسقط وما هو موجود في مسقط سيكون كذلك في أبوظبي أي بمعنى أن لما تكلمنا عن مذكرات التفاهم في السوق الأوراق المالية تبادل بورصة تبادل العملات اليوم الأسهم القابلة للتداول في بورصة أبوظبي سوق بوظبي الأوراق المالية كذلك ستكون موجودة كذلك في بورصة مسقط مما سيعطي الدفع وثقة للمستثمرين على التكامل جميل لأننا دائما نتكلم عن علاقات الأخوة وشائج القربة وهي تبدأ ولكنها لا تنتهي يعني لا حصر لها لكن أن تترجم هذه القرابة وهذه الثقة المتبادلة إلى اتفاقيات وشراكة هو ما يحدث اليوم يعني 16 اتفاقية 16 اتفاقية هناك يعني دعني أضعها في عبارة أخرى هناك منهج مشترك فريد من نوعه يحتذبه في العالم بين القيادتين في سلطنة عمان والإمارات ألا وهو محور القوة الناعمة والحكمة في التعامل مع الملفات الدولية لطالما تجد أن أصحاب القرار في المنطقتين يذهبون إلى نفس التوجه صحيح اليوم استراتيجي الدولة الإمارات العربية المتحدة تنادي بالتسامح والتعايش والسلام هذا المنهج موجود كذلك في مسقط بالضبط هناك منهج آخر النمو الاقتصادي استطاعت مسقط في فترة وجيزة في ظل حكم السلطان هيثم بن طارق على تجاوز الديون السيادي أو العديد من الأقبات قفزت الأرقام بشكل خيالي مما يعني أن هذه الاتفاقيات التي نشهدها اليوم نعم كان هناك تنسيق مشترك اقتصادي بين دول المنطقة لمواجهة الأزمات القادمة اليوم العالم يشهد حروب يشهد أزمات متفاقمة ولله الحمد في هذه المنطقة الآن تجد أن الأرقام تنادي للزيادة لما تكلم زميلنا في سلطنة عمان عن موضوع ميناء صحار اليوم ميناء صحار والقطار الذي سيتم يعني رفطه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الذي سيمتد إلى دول خليج يعني هذا الرافد الاقتصادي اليوم يعطي ثقة التجار للاستيراد والتصدير بأقل التكاليف وبأسرع قط ممكن تكلمنا عن وشائج القربة تكلمنا عن المصالح المشتركة لكن فوق كل هذا سيد صلاح هناك حتمية وهناك إلزامية لوجود علاقات مميزة بين البلدين فوق كل هذا لأننا نتكلم عن وحدة المصير والعالم المتحرك السريع الذي نعيش فيه يلزم علينا مزيد من التعاون ومزيد من الشركات لسيما مع جار العمر والجار الدائم لدولة الإمارات ونحن جيرانه الدائمون سلطنة عمان نعم لنا أشقاء لنا أهل ولنا يعني روابط أسرية كثيرة مشتركة بين الإمارات وعمان هذا لا شك فيه تحكمنا الجغرافيا الواحدة ما يؤثر على عمان يؤثر على الإمارات بطبيعة الحال وما يؤثر على الإمارات كذلك يؤثر على عمان النداء الذي يعني نشهده اليوم إلى ماذا ينادي العالم إلى عالم أكثر أمانا أكثر استقرارا أكثر رخاءا الشارع اليوم يريد أن يعيش بسعادة وبهناء وبأريحية لبناء إذن الرسالة المشتركة بناء الإنسان لبناء الأوطان طيب إذا قامت هذه البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية الرئيسية التي شهدناها اليوم في مذكرات التفاهم مما يعني انطلاق اقتصاد مستدام على وطير أكبر مما سيحقق إيجابا على أهل المنطقة سواء في عمان ولا الإمارات ولا حتى على مستوى دول مجلس تعاون وحتى يعني يمتد إلى الإقليم أو المحيط هناك كلمة قالها سعادة عمر البطار الذي كان يجلس مكانك حقيقة قبل أكثر من ساعة قال هناك عدوى أيضا عدوى طيبة عدوى إيجابية هي عدوى العلاقات البينية وعدوى الاستثمار البيني في عالم لا يعترف بالفرد بل دائما ينظر إلى القوة وإلى التكتلات نعم صحيح لذلك اليوم على مستوى الفرد أنا لا أستطيع أن أكون آمنا إذا جاري ليس آمن بالضبط إذا أي التهديد يحصل لجاري أو هو جائع فأنا أخاف على نفسي أولا يجب أن يكون جاري آمن كي أكون آمنا لما نذهب إلى المستوى الآخر ماذا ستعني هذه الاتفاقيات ماذا ستنعكس إيجابا نحن نقر أن هناك التلاحب موجود صيقة التفاهم موجودة الحمد لله رب العالمين التكامل الاقتصادي بدأ يأخذ شكله ننتظر النتائج المقبلة في صعود مستوى النماء الاقتصادي دعنا نتحدث عن الثروات التي تمتلكها الدولتين على عمان تمتلك ثروة مائية ثروة سمكية تمتلك ثروة معدنية ثروة زراعية كبيرة وتمتلك كذلك هذه التكنولوجيا دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال كذلك تمتلك قطاع التكنولوجيا المتقدمة في منظومة الصناعات والتي يعني جرى العديد من مراكز الأبحاث مما يهم الأمن الغذائي اليوم العالم يتحدث عن سلسلة استدامة الأمن الغذائي والمائي اليوم هو يوم مهم نحن نتكلم عن ثاني يوم من أيام الزيارة زيارة الدولة التي توجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان مشاريع كثيرة 16 مشروع ونتكلم عن أعلى نسب للشباب في العالم في دولة الإمارات وسلطنة عمان وأيضا في مجموعة من الدول العربية اليوم أهمية الشباب في تحريك هذه المشاريع وهذه الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجانبين نعم أعتقد أن طبعا سلطنة عمان قد قامت بمشاريع قديمة حقيقة لتعمين وتوطين الوظائف لذلك تجد أن نسبة الشباب العماني المتواجدين في كافة الدرجات الوظيفية يعني نسب يعني كبيرة منهم المهندسين المؤهلين أو المساعدين التقنيين أو الفنيين والعملين في مجال الميدان والعملين في مجال كذلك القطاع الخاص وحتى له مجال الصيد والمجالات الأخرى مجال الصناعات عندك مدينة الرسيل الصناعية عندك مدينة صحار الصناعية عندك المناطق الحرة هذه يملأها الشباب العماني الكفو أعتقد أن هذا السبب آخر للتفعيل هذه الاتفاقيات الاقتصادية أنه سيكون هناك من السهولة تبادل أعتقد الكفاءات والقدرات من هذا الجانب ممكن أن نوع من نقل الخبرات في مجرات تكنولوجية معينة في مجالات صناعية معينة نعم تتمتع هذه المنطقة بنسبة شباب عالية مما يعطي أمل إلى رفع الكفة الاقتصادية إلى مستوى أمرهم ورفع الانتاجية أستاذ صلاح عندما تأتي هذه الزيارة هذه الزيارة تعزز من وحدة ومن العلاقات الخليجية والتي تحتاج دائما هي بخير الحمد لله ولكن مجلس تعاون الخليجي دائما هناك أعضاء رجال من يمضون على نهج القادة الأباء والمؤسسون في تقوية هذه العلاقات ومجلس تعاون خليجي قوي كيف ينعكس إيجابا على المشاريع والرؤى العربية والمصالح العربية بشكل عام؟ نعم يعني شهدنا قبل فترة الاتفاقية الصناعية المشتركة بين الإمارات والأردن ومصر وانضمت إليها البحرين لاحقا صحيح كان هناك شعور أن ما يجري في العالم لا يمكن التنبؤ به مستقبلا بالضبط صعود فواعل دولية أخرى وأفول فواعل دولية أخرى لا يمكن التنبؤ كيف يكون السيناريو في ظل الكوارث الاقتصادية إذن يجب أن تكون هناك خطوة استباقية أي بمعنى إنشاء لوجستك تكاملي بين دول المنطقة كي تستطيع مجابهة الاكتفاء الذاتي في لا سمح الله في حال حصول أزمات تهدد أهل المنطقة بغيرها وخلافها ونحن نرى اليوم كورونا ونحن نرى الحرب الروسية الأوكرانية ونحن نرى أمور حقيقة كما تفضلت لا يمكن أن تتنبؤ به أدت إلى شل الاقتصادي اليوم الصين قد أغلقت مجالاتها الاقتصادية رفعت اليوم عندك نسبة ما يسمى بنسبة الشحن اليوم بعض البضائع يعني سعر الشحن يفوق سعر البضائع نفسها مما حد من منظومة الاستيراد والتصدير نوعا ما أوروبا نشهد تهاوي العملات في أوروبا وفي بريطانيا نشهد الكثير من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها التكامل الاقتصادي الخليجي أعتقد أنه أخذ منحنة آخر التكامل الاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان سيدفع هذه المنظومة للأعلى سينعكس إيجابا على الدول المنطقة والتحالف الصناعي بين هذه الدول مما سيجيب على سؤالك في القمة العربية ماذا سيكون الرد أو ماذا سيكون المشروع أو ماذا سيكون الطرح أنا أعتقد أن الدول الخليج ستتكلم بلسان واحد ألا وهو لسان التنمية الاقتصادية والرخاء والسلام والتفاهم للقفز إلى المرحلة الأخرى المرحلة الأخرى والتي جزء كبير منها يكون استشراف المستقبل الذي كما تفضلت للتو لا يمكن دائما أن تتنبأ بما سيأتي مستقبلا لكن هناك موضوع لا نتنبأ به لكننا نعايشه كنا نتكلم فيما مضى عن ارتفاع درجات حرارة المناخ عالميا كانوا يتكلموا عن نصف درجة اليوم أصبحت مرتفعة بدرجة ونصف هناك مدن ساحلية قد تختفي من الوجود في العقود القادمة ولكن هناك شراكة قوية أيضا في مجال أمن الطاقة والطاقة النظيفة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان هذه مجالات الطاقة الآن نجد أن تكلفتها ليست بالسهلة ولذلك يجب التوصل إلى حلول استدامة لمجالات الطاقة النظيفة والطاقة الكربونية قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشوط كبير في هذا الجانب شهدنا I2U2 عندما كان التحالف على موضوع الطاقة واختيار الهند كمخزن للوقود الغير أحفوري شهدنا كذلك مبادرات أخرى التي تتكلم من ناحية التعزيز الطاقة لأجل المناخ كوب 28 والذي سيقام في العاصمة أبوظبي في السنة القادمة علما بأنه في شهر نوفمبر أعتقد سوف يكون في الجمهورية مصر العربية وهذه أيضا دلالة أخرى على اهتمام العالم ونظرته إلى هذه المنطقة الوقت يدهمنا أستاذ صلاح الكثير من المحاورة خصوصا عندما نتحدث عن الجارة والشقيقة سلطنت عمان الأستاذ صلاح هل تحب تضيف شيء فيه؟ لا أنا أقول لك تبقى هذه العلاقة يعني علاقة مميزة لها طابع خاص أنا أعتقد شخصيا لا أستطيع وصفه وإنما يعني تصفه المشاهد وما لمسته القلوب وما رأته العيون وما سمعته الأذن مما شيء يعني أعتقد أنه لا يتكرر في مكان آخر